موسيقى أهلا بكم ورعاية الكرام وينعقد غدا وبرعاية ملكية سامية ينعقد المؤتمر الدولي 11 للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان هذا المؤتمر أهميته هذا الحدث مهم جدا أن ينعقد في عمان وخصوصا أنه هذا العام يتبنى شعار المساواة أو الإنسان للنساء والفتيات المساواة بين الجنسين وأيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان يتبنى إقامة هذا الحدث ورعايته وبالتالي تنفيذ وتطبيق جميع ما يتم مخرجات من توصيات لهذا المؤتمر فاسمحوا لي أن أرحب بعطوفة الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التنصيق الدولي أهلا وسهلا بك دكتور ويعطيكم العافية يعني إن شاء الله الجهود غدا جهود الجملة إن شاء الله كل الأجهزة وكل المؤسسات المعنية يعني تكون على مستوى التعابل حضرته لو اشتغلت عليه يعني أنا تحدثت في الصباح بأنه هو ينعقد في الأربع قارات بالسنتين كان أو أربع سنين كان في أفريقيا في كينيا وفي أدنبر بعدين زي ما تفضلت في المقدمة صحيحة والآن في عمان في آسيا في قارة آسيا على اعتبار طيب الآن تخبرنا شوي على المؤتمر المشاركين فيه وأهمية هذا الحدث ستة أول شيء الله يصبحك بالخير ويصبح المشاهدين الكرام من أردن في كل بقعة أنا أعتبر هذه المناطق الوطنية لكل أردني وأردنية نتأمل أن هذا المؤتمر يكون مؤتمر يصل صوت المرأة لكل بقعة مش بس في المناطق الحضارية وإن شاء الله يصل لكل مكان في البوادي وفي الأرياء في الحواظر لأنه بالفعل هذا حدث يهم المرأة تحدث بشكل شعار مؤتمر أول شيء المراكز الوطنية اللي حول الإنسان إلها خصوصية خاصة ويمكن أن نتحدث عنها المؤتمر سيشارك فيه 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من كل دول العالم من القارات الأرض كما ذكرت 272 شخصية مختلف أنحاء العالم مثل مختلف هذه المؤسسات والهيئات في مشاركين فيه طبعا الأمم المتحدة هيئات المختلفة المعنية في الأمم المتحدة إحدى المؤسسات احتجزتها الظروف المناخ والطقس في الولايات المتحدة من مكتب الأمم المتحدة للتنمية لا نستطعوش أمنه يعني رحلتهم لعمان أول مبارح فلا للأسف لكن فيه خمس ست مؤسسات من المتحدة فيه مؤسسات يعني من أيضا جينير فيه نائبة مندوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان فيه اللي هي تحديد الشخص الآن تدير المفوضية بشكل أساسي فيه عندنا هيئات عالمية أخرى الآن كما ذكرت أيضا يسبق المؤتمر مؤتمر تحضيري في الموازن للمنظمات الانجي اوزا والمنظمات الغير الحكومية وقبله كانت تعتقد أيضا الوطنية نشو المرأة في المنتدى كانت في المنتدى أيضا حضرت له فهذا يعني التحضير والنشاط كله يصب إن شاء الله في وثيقة نهائية تأتي بعد مداولات بكرة الافتتاح برعاية ملكية سامية ونحن نشكر جلالة الملك أنا يعني باسم كرئيس لهذا المؤتمر بشكر جلالة الملك على شمول الرعاية الملكية السامية واسمحي لي أشكر التلفزيون الأوردين حقيقة وكل وسائل الإعلام الأورديني اللي أبدت منذ فترة يعني منذ أنه أعلنت عن النشاط اهتمام خاص ومتابعة وأنه حقيقة بمستوى النشاط والتحضير والمتابعة يعني بكل أمانة إلى الأجهزة والمؤسسات الإعلامية لا تعامل هذا الحدث كحدث روتيني وإنما كحدث مهم جدا وهذا حقيقة هو ما هو بالفعل يعني إحنا كنا نترقب مثل هذا الحدث وخصوصا أنه يعني أنا علمت بأنه انتخاب حضرتك أو المركز الوطني المركز الوطني بس حضرتك الرئيس اللجنة يعني إحنا توابع شوي في أذار الماضي تم انتخاب طبعا هذا عملية الانتخاب إحنا مش بنحكي اختيار نعم انتخاب حتى تكون رئيسا للجنة التنصيق الدولية في معايير في شروع في أشياء معينة أنا أحب أسمع من حضرتك كيف تم اختيار المركز كيف تم اختيار حضرتك حتى ترأس هذه اللجنة التنصيقية الدولية يعني أخي نكون أمنة هو ليست تظاهر بالتوضع حقيقة هو جهد متواصل المركز الوطني مؤسسة مهمة المراكز الوطنية لحقوق الإنسان إلها خصوصية المؤسسات الوطنية تعمل بمعايير دولية هدفها إخراج هذه المؤسسات من العملية السياسية من اللعبة السياسية سواء كانت هذه العملية الدولية أو محلية لخدمة الحقوق الإنسان الإنسان مهما كان حتى الإنسان الذي هو ربما مجرم أو إنسان محقوق عليه الحق لكن له حقوق وهو يواجه جزاؤه فما بالك بالإنسان صاحب الحق فهي المراكز الوطنية يعني لها دور فاعل جدا في المجتمع من خلال أول أنها تطبق معايير دولية والصفوك وقوارين صيغة أصلا عالميا تشمل جميع نواحي الحياة وجميع الحقوق ولها حيادية واستقلالية يفترض أن تكون شبه تامة انتخاب الأردن أنا يعني المركز الوطني هو حقيقة ثمرة لجهود متتابعة أنا جي تقريبا في البداية كان المركز يعني قد انتخب ثم سحب الانتخاب بسبب تغييرات صارت في الانتخاب فكلفت بإعادة يعني ترتيب الأوراق بسرعة في بداية في ديسمبر الماضي في شهر كانون الأول الماضي العام الماضي بسرعة استطعنا ترتيب حتى لا يعني بشهر أكون صادق بشهر تسعة شهر سأيلول الماضي سحب الترشيح بعد ما كان في موافقة بسبب التغييرات المصل في موقع منصب المفوضة العام ثم كلفت من مجلس الأمناء وكان قرار سريع حقيقة من مجلس الأمناء مع أنه كان مجلس الأمناء في بداياته الجديد بأنه لا يجب أن يحافظ الأردن على هذا المؤتمر وعلى رئاسته وطلب مني كلفت بهاي المهمة وتوفقنا لإعادة تأشير طلب وإعادة اتصالات وتم إعادة انتخاب المركز الوطني وأبي حكم أني أنا المفوضة العام توليت هذه المهمة ونحن بالفعل نعمل لهذا الحدث منذ بدأ منذ أن انتخبنا فالإنسان بحق نفسه ضعيف دكتور أشكرك خلالك عنك هلأ المركز تم تصنيفه أنا وصلتني الأوراق وقرأت المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يصنف ألف هلأ في تصنيف ألف وباو جيم للمؤسسات في كل العالم في باو في جيم هلأ صنف ألف لأنه لأشياء له مواقف مهمة يعني هو يتعامل من أسهنية الإنسان صحيح يلتزم بمبادئ تاريس والمعايير الدولية في معيقات في كل أي عام العام في معيقات وفي أحيانا غضب وفي حصل غضب على البعض لكن هذا كله في النهاية أدى أن المركز يتقدم يعني لو لا دفع الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض صدق الله العظيم يعني هاي قرانية ولولا المعارضة ما كانش في وأمور واضحة نعم صحيح فالمركز هو المعارضة التي ليست مسيسة وهو الذي يبرز بالفعل بحيادية وبموضوعية ويناظر أبناء موظفي وكادرو وعضاء وبكل أمانة وهم خلف الستار لا يظهروا وهو كثير له أعمال لا تظهر لأنه إحنا لا نعمل لا نسعى الصدام مع المؤسسات الرسمية وجهة جهزة إنفاذ القانون ومن ينتهك حقوق الإنسان من هذه المؤسسات وهي أحيانا تنتهك ليست بهدفي عن الانتهاء يعني أنتوا هيك جرس انذار لا إحنا عين قوية إحنا صوت قوي لكن صامت ويعمل بصامت لا يسأل يعني للانتقاض البهرجة وللنا صحيح طيب أنا بدي أرجع مع حضرتك دكتور لموضوع المؤتمر اللي هو قضية يعني كل العالم الآن يعمل على قضية تمكين النساء العنف ضد النساء بيشتغل في هذه القضايا الآن في تحديات بتواجه المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان شو هالتحديات اللي بتواجهها في مجال تمكين المرأة وفي مجال صعب يعني التحديات لا أسوأ بيش صعب التحديات كبيرة يعني ما في دولة هذه في قانون الدول أنا كنت قبل ما أجيت لها الموقع في الموقع الموقع بالضبط أنا كنت أدافع عن ممارسات الدولة كسفير عندما يتتهم أنها تنتهك حقوق الإنسان لا ما في دولة تقبل أن تنتقد حتى أكثر الدول الديمقراطية لا تقبل أن تنتقد لكن في المقابل في دول صدرها وسيع ومؤسسات وسيع يعني أنا أعتقد أن الأردن والأجهزة والمؤسسات الأردنية والسياسة الأردنية بدأت أن تقبل هذه السمة وأن تنتقد نحن وجهنا انتقادات قوية والمؤركز في تاريخه وجه انتقادات وكان الدور في مسألة الانتخابات في 2007 وال2010 وإبراز آليات اللي تمت فيها آليات غير سليمة واللي اعترفوا فيها المسؤولين فالتحديات كثيرة أول تحدي حقيقة أن تقبل المؤسسات الأجهزة والمجتمع أن يقبل أن ينتقد ويقبل أنه ينتهك ويقبل أنه ينتهك ولكن أنه يمكن يصلح أن يقبل بأنه فيه أخطاء تحصل ويجب تصليحها يقبل أن حقوق الإنسان واحترامها هي يعني هي خدمة للمصلحة الوطنية وهي خدمة لشرعية النظام وهي خدمة للاستقرار لما تمكني المرأة المرأة نصف المجتمع لا أقول ذلك ككل شيء تصوري أن نصف المجتمع يعارض نصفه نصفه ينتقده أو يهمشه أو يعني يمارسه أو يعطل قوات قوات يعني هذا مجتمع إذا نصفه ضد نصفه نصف ضد نصف تصوري شو الحالة اللي في هذا المجتمعات أنا أمي وأمك أمي أنا كانت مدبرة لـ 12 بني آدم بالفعل بك مدبرة ودارة أنت تحدثت على التدبير والتمكين من منطقة باريفية أدارت الأسرة وكلنا جامعيين وأطباء سألتني عن بعض أعضاء الأسرة ومنتجين وفائلين فالمرأة حقيقة عندها زي ما تفضلت في النشرة مقدمة قدرة على المثابرة قدرة رهيمة على التعمق بالتفاصيل وهذا قشرتها بعض السيدات من أعضاء مجلس الأمم عندها قدرة ولمستها في إنها يعني ترع عندها رؤية للحساس لأن حساسها مش معطل بالسياسة فإحنا نأمل من هذا المنتدى ومنتدى دولي لكل نساء العالم سيناقش كل قضايا العالم كل قضايا للنساء في العالم والفتيات لكن نأمل أن تصل هذا النساء إلى مجتمعنا أنا عندي في نفس المركز الوطني موظفين موظفة أطلب منها عمل في قبل أيام يقول لي والله بنتي أنا زوجي لا يقبل أن يعامل عندها طفلة صغيرة أشهر يقول زوجي لا يقبل أن يحمل بنته لأنه هو عبر حاله رجل وهو لا يقبل أن يحمل قلت له هاتي لي يا هذا الرجل هل يعقل فيه أجمل أن واحد يحمل بنته فيه أجمل أن يساعد زوجته فمثل ما أنت تساعدين في العمل وتساعدين في تحمل المسؤوليات كلها من ابتداء من البيت إلى المسؤولية المالية يجب أن نخلص من بعض موارسات ثقافية في موارسات ثقافية أخرى أنا لا أريد أن أفتحها هذا لكن ستفتح علينا في المؤتمر طب يعني أنا سعيدة دكتور أن حضرتك وأنت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان يعني أنت تتبنى ومؤمن بهذه القضية قضية تمكين المرأة بس طب هناك تناقض يعني الآن المجتمع الدولي رح يجتمع في عمان غدا والمجتمع الدولي أيضا بتمثل في صندوق الأمم المتحدة اللي دايما بيمول مشاريع عمره صندوق الأمم المتحدة ما فكر بمشاريع للمرأة رغم أنه تقرير التنمية البشرية ثبت أنه 27% من النساء عاطلات عن العمل وأنا ذكرت أنه تم تأنيث الفقر يعني الفقر ملازم للمرأة صار صحيح يحقق الأمن يحقق الاستقرار يحقق يعني مفهوم الدولة بدأ لأنه الإنسان بيحقق أنه فيه واقع اجتماعي مجتمعي بيحاجة للتآلف والتعاون ويعني لكن كما تفضلتي مش بس هيك يعني الآن الأزمة المالية الأزمة المالية العالمية وإلى حد ما بعض حتى عندنا النشاطات السياسية والحراك إحنا نطلع لها إنها ما تأثر على واقعها المرأة نتيجة إما عداد ثقافية أو رؤى أو تفسيرات للعقيدة أو للدين أو نتيجة للأزمة المالية الآن بعض الحلول المقترحة ستمس المرأة في المقام الأول لأنهم يريدون يعني إجراءات تقشفية تبني إجراءات تقشفية هذه إجراءات ستعني تقليص الإنفاق العام ستعني تقليص الوظائف والعمل والفرص العمل وسيتأثر المرأة لذلك الآن نجد الإحصائات تقول كما تفضلتي أن الناس التي أكثر فيها تتعرض للفقر أو للجوع هم النساء في العالم طبعا الأردن ومنطقتنا العربية وخالية يراح الديناء من هذه الظاهرة ما عدا يوجود في بعض الدول الصومال النساء والأطفال فالحقيقة هذه الإشكالية وذلك أنت تلاقي حركة قوية الآن للتخلص من هذا الواقع ينظروا بأليات كثيرة ولا بتمنى إحنا عندنا المبادئ عندنا القوانين عندنا السكوك الدولية تتحدث عن هذه القضايا كلها لكن التنفيذ التنفيذ يصدم ما هي العقبات ذكرتي يصدم بالإمكانات يصدم بالتقاليد الاجتماعية يصدم بالهياكل السياسية يصدم بشيء يعني يكون نعم أن الحضارة الذكورية لشكل بشكل أو بآخر يعني البشر أو ربما ولكن هذه مسيرة عالق طويلة إن شاء الله إنها نصل فيها إلى حلول حقيقة تعيد تفعيل التوازن لهذا العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الاجتماعي وبين الجنسين طيب يعني إحنا منتمنى أنه المؤتمر وحضرتك يعني مؤمن أنت بهذه القضية بالشعار اللي يعني بتبنى المؤتمر نتمنى أن يكون هناك في رؤية للمشاريع الكبيرة اللي عمالها بتصير زي صندوق الأمم المتحدة يعني هناك واحد من هالمشاريع واحد من المنائرات اللي عمالها بتنصرف لمشاريع مختلفة لصالح المرأة بشكل عام دعيني أتحدث يعني مكننا المرأة تمكين المرأة وتمكين المرأة ثم تمكين المرأة وبعد هيك المرأة ما فيش مشروع تنفذه أنا بدأت بكل أمان شو استفادت من كل هذا التمكين المنظمات الدولية تساعد تساعد في المعايير تساعد بالخبرات لكن كل مجتمع وكل دولة هيئة يجب أن تختط طريقها ومجتمع هو الذي يحل هذه القضايا التنموية لأنه بالفعل المرأة جزء معطل من آلية الإنتاج من إدارة الإنتاج من كثير من الوسائل اللي بتمكن المجتمع وتزيد طبعا إحنا أيضا في الأردن أبدأتحدث عن الأردن يجب أن نأسس لجو تنافسي موظوعي يعني التنافس إحنا عندنا مشاركة للمرأة بتشارك لكن الجو التنافسي بشكل عام غير متوفر إن شاء الله أنه الآليات يعني إحنا كنا في لجند الحوار وكان في رغبة في زيادة الكوتا للنساء لكن كان في نظرية أنه أنه لعمل الكوتا ربما له سيتي الحل الوحيد ولآن توصل مخرج طوارئ كويس مخرج طوارئ بس إحنا بنطلع من الطوارئ للحالة العادية إنه أنت المرأة تكون بالفعل قادرة إنها تفرم دكتور موسى إحنا بانتظار المؤتمر غدا ننعقاده وفيه رح يكون يعني كثير من الأوراق العمل مقدمة أوراق عالمية وتجارب عالمية رح يصدر بيان عمان بعده إحنا بانتظار إعلان عمان نعم إحنا بانتظاره سماعه من حضرتك بعد ما تخلصوا هالمؤتمر إن شاء الله نشوف هالبيان تصرفك وفيه شقيقات وسيدات وخوات وأخوة آخرين سيتحدثوا في هذا الموضوع إن شاء الله وأنا سمعت أنك حشدت جهد جيد من النشاطات الموازية التي تحضر المؤتمر وإحنا نشوف التوصيات وإديش التنفيذ التنفيذ هو أسمحي لأختم بالنه فيه فجوة في التنفيذ فيه فجوة في التنفيذ بين المعايير الدولية وبين الواقع الحالي بس مش بالمرأة هذا أنا أحب أسمعها من حضرتك بعد انتهاء المؤتمر إن شاء الله تكون الصورة وضحة أكثر إن شاء الله صباحك طيب دكتور وأهلا وسهلا الله يسلمك وخليك وبارك فيك وشكرا منكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر